أنا سعيد بعودة الروح للقصة الفنية المصري صحيح جدا بعتقد إن شاء الله إن هذا المهرجان بإذن الله يعني يسد فراغ مهم جدا ويبقى ليه هدف ومش معمول عشان نوزع جوائز طيب ما يمكن نوزع جوائز من غير المهرجان وزي ما يحصله بتاعه لا عندنا هدف ولجنة التحكيم في توصياتها اللي أنا منتظرها بفرغ الصبر نتحدث لأن الخط الباني للدراما المصري الحمد لله في تصاعد نحن النهاردة أحسن من المبارح ومبارح أحسن من أول المبارح والحقيقة المتحدة الشركة المتحدة لها بتدور مهم جدا جدا النهاردة ملحمة زالاختيار بس إحنا قمنا عاملين إيه اتفقنا من أول ديئة الاختيار تكريم خاص تكريم خاص لوحده وبدأنا نشتغل ولجنة التحكيم بدأت تشتغل والحمد لله وأدعي أن اللجنة يعني من وجهة نظري يعني إنها محيدة جدا ولو إحنا مش عايزين لجنة محيدة بكونناش اختارنا النازل صحيح طبعا ترجمة نانسي قنقر